بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس دونالد ترام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة هذا نصها فخامة الصديق الرئيس دونالد ترام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تحية طيبة مقرونة بأطيب أتمانيات لفخامة الصديق بمفور الصحة والعافية وبعد يسرني أن أتقدم لفخاماتكم بجزيل شكر والتقدير على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة منذ الأيام الأولى لنشوب الخلاف الخالجي بين الأشقاء والذي كان لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب له ثرى الدور الكبير في سبيل الوصول إلى احتوائه وحله وأشير أيضا بالتقدير إلى الجهود التي بذلها مؤخرا المستشار جاريد كوشنر في سبيل التوصل إلى هذا الإنجاز الذي يعكس حرص بلدكم الصديق على أمن واستقرار المنطقة وإدراكها لحتمية التكاتف والتآزر في سبيل مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة والعالم تلك الجهود التي ستظل راسخة في الأذهان وتستذكرها شعوبنا بكل العرفان متمنيا لفخامتكم كل السداد وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار وتقبلوا فخامتكم وافر التقدير نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الكويت في التاسع عشر من ربيع الآخر لعام 1442 هجرية الموافق الرابع من ديسمبر لعام 2020